القطوع الناقصة والدوائر طيب إحنا ما زلنا نتكلم عن القطوع المخروطية يعني عندنا مخروط وجبنا مستوى يقطع المرة دي حيقطع بزاوية بميل بهذا الشكل الجزء الناتج من تقاطع المخروط مع المستوى اللي هو هذا الجزء نحن أخذه حنسميها القطع الناقص اللي هو قلنا نفسه الشكل البيضاوي لو أخذنا هذا الشكل ورسمناه حيكون بهذه الطريقة شكل بيضاوي هذه النقطة حنسميها رأس وهذه النقطة حنسميها رأس هذه الرأسين عند المحور الأكبر وهذا المحور اللي هو أصغر حنسميه المحور الأصغر وهذا حنسميه رأس مرافق لأنه على المحور الأصغر المحور الأكبر سميناه رأس وهذا على المحور الأصغر نسميه رأس مرافق حتى هذا حنسميه رأس مرافق ونقطة تقاطع المحورين حنسميهم مركز بعدين على المحور الأكبر عندنا نقطتين حنسميهم البؤرتين طب إيش أهمية البؤرتين؟ أهمية البؤرتين إن لو جينا أي نقطة على المحور الناقص ورسمنا قطعة مستقيمة إلى البؤرتين مجموعة طولين هذا دائما ثابت يعني لو جينا من هذه النقطة ورسمنا قطعتين إلى البؤرتين مجموعة طولين هو نفس مجموعة طولين من النقطة الأولى حتى لو جينا لهذه النقطة مثلا ورسمنا قطعتين بهذه الطريقة مجموعة طولهم هو نفس المجموعة من النقاط السابقة يعني من أي نقطة على المحور الناقص مجموعة البعد عن البؤرتين هو نفسه طب نشوف خصائص القطع الناقص نرسم المستوى الإحداثي ونرسم فيه قطع ناقص هذا حيكون عند المركز بعدين حنحدد الرأس الأول والرأس الثاني بعدين الرأس المرافق والرأس المرافق الثاني نوصل بينهم شوف هذا المحور الأكبر وهذا الأصغر الرؤوس حنسميها V1 و V2 بعدين حيكون عندي بؤرتين نسميها F1 و F2 زي من فوكس طيب ومعادلة ويش هتكون؟ شوف احنا نعرف معادلة الدائرة كيف كانت واشوف لأنه بيضاوي فمعادلة قريبة من معادلة الدائرة طيب خلينا نكتب معادلة الدائرة اللي نعرفها اللي هي X تربية زائد Y تربية يساوي R تربية وهذه معادلة الدائرة أخذناها قبل كده طيب بس هذه معادلة الدائرة مركزها 0-0 بس أنا غيرت المركز هنا عملت له إزاحة أفقية ورأسية يصير الـ X هتصير X ناقص H بلإني عملت إزاحة أفقية والـ Y هنشيلها ونحط Y ناقص K طبعا هتكون تربية بلإني عملت إزاحة رأسية وعندي في النهاية يساوي R تربية طيب لكن في الدائرة R اللي هو نصف القطر ثابت على كل الدائرة لكن هنا شوف عندي محور أكبر ومحور أصغر معناته R أو نصف القطر غير ثابت صر خلينا نسمي نصف القطر اللي هو على المحور الأكبر هذا نسميه A برضو هذه المسافة هتكون هي نفسها A فكر فيها كأنها نصف القطر على المحور الأكبر ولأن المحور الأكبر أفقي موازل الـ X صير حنيجي تحت الـ X هنا ونكتب A تربية طيب ومع الـ Y شوف المحور الأصغر اللي ناحية الـ Y هذا هنسميه B وهذا برضو هنسميه B فكر فيها كأنها نصف القطر بس على المحور الأصغر صير هنا هنيجي ونقسم الـ Y على B تربية ولأر تربية هذي نشيلها ونحط 1 وبس هذي معادلة القطع الناقص قريبة جدا من معادلة الدائرة بس باختلافات بسيطة طيب خلينا نشوف الخصائص أول شي خلينا نشوف الاتجاه شوف هذا القطع المحور الأكبر له أفقي فيصر هذا الاتجاه نقول المحور الأكبر أفقي طيب كيف نعرف شوف احنا نطالع على الـ A اللي هي الأكبر ننهاج إنه الـ A القيمة الأكبر تحت الـ X صرح يكون المحور الأكبر أفقي طيب نشوف المركز المركز هو هذا اللي هيكون إحداثي ناخد هذا الـ H وناخد الـ K طيب نشوف البؤرتان اللي هم هذه وهذه شوف إحداث الـ Y لهم ثابت نفس إحداث الـ Y للمركز صر إحداث الـ Y هنا هو نفس إحداث الـ Y للمركز اللي هو K طيب إحداث الـ X شوف إحنا من المركز اللي هو H أضفنا وطرحنا شوف لأنه من المركز أضفنا وروحنا للبؤرة الأولى وطرحنا وروحنا للبؤرة الثانية صر هنا نطرح ونضيف C شوف زي ما كنا في القطع المكافئ نضيف ونطرح C عشان نوصل للبؤرة والدليل هنا نضيف ونطرح C عشان نوصل للبؤرة الأولى والثاني طيب الـ C دي من فين نجيبها هنشوف بعد شوي طيب نيجي للرأسان اللي هم هذا وهذا برضو واضح معاك إنه إحداث الـ Y هيكون ثابت نفس إحداث الـ Y للمركز بعدين من المركز طرحنا A عشان نوصل للرأس الأول وجمعنا A عشان نوصل للمركز الثاني يصير من المركز اللي هو H نضيف ونطرح A ونضيف A طيب ورأسان المرافقان شوف هذه هي الرأسان نفس إحداث الـ X للمركز اللي هو H بعدين إحداث الـ Y اللي هو K نضيف ونطرح منه شوف هنا نضيف B وهنا نطرح B B اللي هي تحت الـ Y في المعادلة يصير هنا نطرح ونضيف B بعدين عنده المحور الأكبر هذا هو المحور الأكبر اللي هو معادلته ونطرح Y يساوي K لأنه نفس إحداث الـ Y للمركز وطوله حيكون لو مشينا من هنا لهنا واضح أنه مشينا المسافة 2A صر طوله حيكون 2A لا تنسى هنا A هي الأكبر اللي هي تحت الـ X ونجي للمحور الأصغر عنده هو هذا المحور شوف إحداث الـ X نفسه للمركز صر معادلة حتكون X تساوي H وطوله عبارة عن B زائد B اللي هي 2B ولا ننسى B اللي هي الأصغر اللي هي تحت الـ Y وآخر شيء بيقى عندنا علاقة بين A و B و C عشان نبغى نجيبه C عشان نجيبه البقرتين العلاقة تقول C تربيع حتساوي A تربيع ناقص B تربيع يعني أنه C حتساوي الجذر التربيعي لـ A تربيع ناقص B تربيع وكيدا نجيبه C ونعوض بيها هنا عشان نجيب البقرتين صر هذه المسافة من المركز من البقرة الأولى C ومن المركز للبقرة الثانية برضو C طيب حناخد نفس القطع الناقص بس حنغير اتجاهه كيف؟ يعني حيكون بهذه الطريقة هذا المركز بعدين عندي المحور الأكبر حيكون هنا بعدين هذه الرأسين مرافقين المحور الأصغر نوصل بينهم صار عندي بهذا الشكل شوف المحور الأكبر برأسي موازل الـ Y وهذا حيكون الرأس الأول في واحد والرأس الثاني في اثنين بعدين حيكون عندي بقرة هنا F1 بقرة ثانية F2 وبس طيب المعادلة هيش أتغير فيها؟ هتبقى الـ X والـ Y زي ما هي بس لأنه الآن المحور الأكبر رأسي موازل الـ Y يصير تحت الـ Y هتكون الـ A تربيع اللي هي الأكبر وتحت الـ X أحط الأصغر اللي هي الـ B تربيع وخلينا نجيب الخصائص يعني شوف على الرسمة شوف هذه المسافة من الرأس إلى المركز هتكون A ومن المركز إلى الرأس الثاني هتكون برضو A ومن المركز للرأس المرافق هتكون B وبرضو هذا المسافة B ومن البؤرة للمركز هتكون C وبرضو من المركز للبؤرة هتكون C طيب نطلع الخصائص الاتجاه شوف بما أنه الأكبر أي تحت الـ Y يصير الاتجاه هيكون رأسي يصير الاتجاه هيكون شوف المحور الأكبر رأسي صار نقول المحور الأكبر رأسي طيب والمركز المركز سهلة ناخد الـ H ناخد الـ K طيب والبؤرتان شوف نيجي من الرسمة شوف البؤرتان عمودية لها نفس إحداث الـ X للمركز اللي هو H بعدين من المركز إحداث الـ Y نضيف عليه C وبرضو نطرح منه C صار نقول K زائده وناقص C طيب والرأسين شوف هذه الرأسين برضو إحداث الـ X نفس إحداث الـ X للمركز اللي هو H طيب والـ Y شوف من المركز نضيف A برضو من المركز نطرح A صار حيكون K زائده وناقص A والرأسين المرافقين شوف هذه هي الرأسين المرافقين نفس إحداث الـ Y للمركز اللي هو K بعدين من المركز نطرح B ومن المركز نضيف B يصير H زائده وناقص B طيب والمحور الأكبر هذا هو المحور الأكبر موادلة هتكون X تساوي H طوله زي ما هو واضح معنا A زائد A اللي هي 2A والمحور الأصغر هذا هو المحور الأصغر أحداث الـ Y الثابت اللي هو Y حيساوي K وطوله شوف طوله هذا B زائد B اللي هي 2B والعلاقة بين A و B و C هتكون C تربية يساوي A تربية نقص B تربية نأخذ الجذر التربية يصير عندي سيساوي الجذر التربية A تربية نقص B تربية إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحها بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه ترجمة نانسي قنقر